بشهر المولد شرحان نبي الأمجد ما إن يترأى شهر ربيع الأنوار بقصور توات أضرار تشهد المساجد قراءة ما يعرف محلي البشير وهو قراءة جماعية لقصائد ومدائح في سيرة المصطفى تعلو حناجر الصغار والكبار في ترتيلها بباحات المساجد وبين عرصتها هذا يقرأ والصغار والكبار وكل واحد يقرأ اللي هو يجاكشيش دينة خام والتفاعي يمشي يقرأ كل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي فيها كثيرا اللي كان يمشي فيها هو أمشي فيها در وقت هذا وتأكف ربات البيت يوميا بتحضير الخبز المحلي الكسرة وتقطع أجزاء صغيرة وتوزع على قراءة البشير بالمساجد هالي يطلعش هالي مولود كل الوحدة دفن هالكسرات تدي على الجامع البشير نقسمها صدقة على والدنا وعلى تريكاتنا وعلى ولدنا وعلى جامع المسلمين وتتوصل نفحات ذكر شمائله وخصاله فرحا بمولده فقد تختلف قراءة المدائح وتلوتها من قصر لآخر نقرأ فيه المدائح المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم التي تذكر فيها فضائله وسيرته وأخلاقه الميزة الأساسية في هذا أننا أن الصغار والكبار يحضرون جميعا ليسمعون مجيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتشحن به قلوبهم وهذه لها دور كبير وأساسي في أنها تغرز حب النبي صلى الله عليه وسلم في الإطفال وهم صغار ليكبروا على محبته وأخلاقه وشيمه فيكون لهم الحبيب المصطفى خير قدوة في زمن تشعبت فيه السبل وتاهت بين مفاهيمه القيم